موسيقى أسعد الله وأوقاتكم بكل خير مشاهدين الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخبري ترأس رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ونظيره المصري مصطفى مدبولي مباحثات وفدي الحكومتين العراقية والمصرية الخاصة بأعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة وأشهد الكاظمي في مستهل الاجتماع بالعلاقات الأخوية بين البلدين ورغبة العراق بتطويرها إلى مستوى علاقات استراتيجية كما أشهد بموقف مصر الدعم للعراق في حربه ضد داعش وعبر الكاظمي عن سعادته لاستضافة بغداد أعمال اللجنة العليا العراقية المصرية المشتركة حيث سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات في مجالات النقل والصحة والطاقة والكهرباء وتعاون في المجالات العلمية والفنية والثقافية وأكد أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في قطاع الإسكان والأعمار دعي أن الشركات المصرية إلى المشاركة في إعادة أعمار المناطق المحررة من جهته أشار مدبولي استعداد شركات المقاولات المصرية للدخول للسوق العراقي للمساهمة في تطوير البنية الأساسية وجهود إعادة الأعمار كما رحب بنقل ما يتوفر لدى الحكومة المصرية من خبرات في مجالات الكهرباء والطاقة مؤكدا حرص الدولة المصرية على السعي لتكثيف وتنمية التعاون في هذا المجال الحيوي أربى رئيس الوزراء مصطفى الكاظم عن خالص تعازيه ومواساته لتركيا حكومة وشعبا في ضحايا الزلزال الذي ضرب ولاية أزمير وأعبر الكاظم في برقية بعثها إلى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان عن تضامن العراق وتعطفه مع حكومة وشعب تركيا الصديقة كما قدم مواساته وتعازيه إلى أسر الضحايا والمفقودين في هذه المنطقة المنكوبة سائل أن الله جل وعلا أن يلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن يمنى على جميع المصابين بالشفاء العاجل وبينا أن العراق يؤكد تضامنه الإنساني ومساندته للجارة تركيا في هذه المحنة واستعداد الجهات الحكومية المختصة لتقديم العون والمساعدة في أي مجال تطلبه الحكومة التركية الصديقة وأهالي منطقة أزمير بحث مستشار الأمن القوم قسم الأعرج مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينس بلاس خارت تعزيز التعاون بين العراق والأمم المتحدة في مجالات حقوق الإنسان إلى جانب منقشة الملفات والقضايا التي تعزز السلم المجتمعية والتعايش وأكدت بلاس خارت أن المرحلة الحالية شهدت فرقا واضحا في التعاون مع التظاهرات واختلافا كبيرا عن العام الماضي معربة عن ارتياحها لتعامل القوات الأمنية مع المتظاهرين بكل مهنية وإنسانية من جانبه أكد الأعرج أن توجيهات الكاظمي كانت خارطة طريق للتعامل مع مطالب المواطنين وفهم رسالتهم مسنيا على تعاون المتظاهرين ورغبتهم في إعادة الحياة الطبيعية إلى بغداد مشيدا بالانضباط العالي للقوات الأمنية إلى جانب حفاظها على أمن وسلامة المتظاهرين أعلنت خلية الأعلام الأمنية عن استشهاد المقدم الطيار سيف عايد ومساعده النقيب الطيار علي رسول إثر سقوط طائر عسكرية تدريبية نتيجة خلل فني في قضاء بلد وقالت الخلية في بيان أنه أثناء واجباتها الاعتيادية حدث خلل فني في طائر سيزن كارفان 172 مما أدى إلى احتراقها وسقوطها بمنطقة سيد محمد قرب شقق سكنية غير مأهولة في قضاء بلد قالت حكومة تقليم كردستان العراق في بيان أن عملا إرهابي استهدف أنبوب تصدير النفط من الإقليم إلى ميناء الجهان التركي ما أدى إلى توقف صديرات وأدانت استهدف أنبوب تصدير النفط وأضافت أن مثل هكذا أعمال تزيد الأوضاع في الإقليم والمنطقة تعقيدا وشددت على أنها لن تسمح بأي شكل من الأشكال بتهديد مصالحها والمساس بقوة الشعب مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن منفذ الهجوم أعلن مصدر أمني عن وفاة مواطنين وإصابة 26 شخصا بجروح جراء انفجار أنبوب غاز في قضاء الرميثة بمحافظة المثنى قريبا من الطريق الدولي السريع الرابط مع الديوانية وقال المصدر أن الانفجار أوقع خسائر بشرية ومادية وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني في مكان الحادث لإطفاء الحريق الذي ألحق أضرارا بالأنبوب الغازي رغم مرور ثلاث أعوام على تحرير الموصل إلا أن معمل زيوت في منطقة الإصلاح الزراعي بالجانب الأيمن لازال يعاني من الدمار وغياب الأعمار والأهمال حيث تنتشر الأنقاض والنفايات في محيطه المواطنون طالبوا الحكومة المحلية والجهات المعنية بضرورة أعمار المصنع وإعادة تأهيله مشيرين إلى أهميته في توفير فرص العمل للعاطلين نظرا لطاقته الاستعابية كما طالبوا بضرورة أعمار المعامل الأخرى لدعم الحركة التجارية وتعزيز الاستقرار يعد فندق المحطة الواقع جوار محطة قطار الموصل أحد أهم الفنادق بالجانب الأيمن والذي تعرض لأضرار كبيرة خلال سيطرة داعش على المدينة وبعد مرور ثلاث أعوام على التحرير ما زال الفندق يعاني الأهمال الحكومي المواطنون طلبوا الحكومة المحلية بضرورة الأسراع بأعمار الفندق لإعادة الحياة إلى منطقة المحطة التي كانت تزخر بالحياة حتى ساعات متأخرة من الليل كما طلب المواطنون بضرورة أعمار باقي الفنادق المدمرة والمهملة بما يعزز القطاع السياحي في الموصل انتقد المواطنون في الموصل غيب جهود الحكومة المحلية وكوادر البلدية في الاعتناء بشوارع المدينة وخاصة أشجار النخيل التي تم زراعتها في إطار تجميل مداخل المدينة وشوارعها الرئيسية والتي كلفت الدولة أموالا طائلة كاميرا الموصلية قامت بجولة ورصدت موت الأشجار نتيجة الأهمال وعدم ريها وزادت منظر المدينة سوءا الأهالي طلبوا الحكومة والجهة المعنية بالاهتمام بالأشجار ورعايتها لإكساب المدينة ومداخلها جمالية مؤكدين أن الفساد وغياب الرقابة أسباب تلك المشاريع وتأخر الأعمار أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أفاد ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال العنيف في ولاية أزمير إلى 25 قتيلا و831 جريحا حتى ظهر سبت وقالت الزلزال عقبته 489 هزة ارتدادية في أزمير بينها 35 تجاوزت قوة و4 درجات على مقياس ريشتر وأشارت إلى استكمال أعمال البحث والأنقاذ في 9 من المباني 17 التي انهارت جراء الزلزال مؤكدة استمرار الأعمال في إنقاذ المباني الأخرى بالولاية بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز سراج مع الممثلة الأممية بالإنابة ستيفاني ويليامس مسار الحل السياسي لأزمة ليبيا واتفق الجانبان على أن ملتقى الحوار السياسي الليبي المزمع عقده بتونس فتاسع من عشرين الثاني المقبل يمثل فرصة تاريخية ليقرر الساسة الليبيون مسار التحرك نحو حل سياسي دون تدخل خارجي وذلك وفق خارطة طريق واضحة وملزمة وبتواريخ محددة للوصول إلى انتخابات وطنية تجرى على قاعدة دستورية صلبة كما أكد على أن يشمل الحل السياسي جميع الليبيين ويضع الجميع مصالح الوطن فوق مصالحهم الشخصية والجهوية حفاظا على سيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحداتها الوطنية أفادت وزارة الدفاع الأذرية أن وحدات الفوج الثالث تابع للفرقة 37 من الفيلق الأول في الجيش الأرميني في محور مدينة خوجفاند غربي أذربيجان قامت بأحضار كمية كبيرة من القنابل الفوسفورية بحسب معلومات استخبارية أذرية وحذرت من إمكانية استخدام أرمينيا قنابل الفوسفور في الصراع المتواصل في إقليم قرباغ المحتل وذكرت أن أرمينيا تحاول منذ الأمس تمهيض طريق لاستفزازات مستقبلية من خلال نشر أخبار كاذبة عن استخدام أذربيجان لقنابل تحوي على الفوسفور العبيض إلى هنا ينتهي هذا الموجز شكرا على حسن المتابع والاهتمام إلى اللقاء اشتركوا في القناة